ترتبط مصر وتنزينيا بعلقات سياسية تاريخية قوية شهدت نمواً خلال السنوات الأخيرة حيث تقوم العلاقات بين البلدين على مبدأ التعاون على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما تأتي أهميتها في إطار حرص قيادة السياسية على توطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية بشكل عام على مبدأ التعاون والتفاهم في شتى المجالات تقوم العلاقات بين مصر وتنزينيا علاقات تاريخية تعود لستينيات القرن الماضي خلال عهد الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليس بنيريري علاقات تعمل القيادة الحالية للبلدين على تنميتها وإطلاقها إلى آفاق أرحب وإرس يجري الاستثمار فيه لصالح الشعبين والقارة الأفريقية على السواء أهمية العلاقات بين مصر وتنزينيا تأتي من حرص القيادة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية بشكل عام وذلك من خلال مشروعات التعاون والاستثمار وتبادل المصالح أما العلاقة مع تنزينيا فتكتسب أهمية خاصة نظراً لكونها أحد أكبر دول شرق القارة الأفريقية ومن دول حوض نهر النيل أيضاً اللقاءات والمباحثات بين قيادتي البلدين تعكس أهمية العلاقة بين مصر وتنزينيا فجاء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة تنزينيا سمي حسن على هامش أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ الشهر الماضي مباحثات قمة جرت تأكيد خلالها على توافق الرؤى القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات وأهمية تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنية التحتية وأيضاً التوافق على دعم المصاري التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية وفي نوفمبر من عام 2021 كانت قمة مصرية تنزينية بالقاهرة في أول زيارة رسمية تقوم بها رئيسة تنزينيا سمي حسن إلى مصر قمة أكد خلال الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزينيا لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة من جانبها أكدت سمي حسن على اهتمام بلادها بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر التنزينية في مجالة بناء القدرات وكذلك الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية خاصة في ضوء الخطة التنموية الطموحة التي تسعى تنزينيا لتنفيذها وعلى رأسها مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري أغسطس من عام 2017 كان محطة أخرى من العلاقات بين البلدين حيث قام الرئيس السيسي بزيارة تنزينيا في أول زيارة لمسؤول مصري لتنزينيا منذ عام 1968 وكان في استقبال الرئيس السيسي نظير التنزيني جون ماغوفلي الذي أعرب عن تطلعه لأن يضع الرئيس السيسي مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري تحت إشرافه وذلك أسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وهو ما رحب به الرئيس السيسي مؤكداً أن بناء السد سيتم على نحو تفتخر به مصر وتنزينيا والقارة الأفريقية وسيمثل نموزجاً يحتزى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة